ترجمة نانسي قنقر المميز الذي شهدته البطولة وبالمنافسة القوية بين الفريقين المشاركين في هذه البطولة والتي عكست بصورة واضحة التحضيرات الكبيرة التي ساهمت في نجاح هذا التجمع الرياضي الذي سيكون له مردود إيجابي في دعم وتطوير رياضة الملاكمة البحرينية وقال سموه إن هذه البطولة حدث مهم وله أهداف متعددة من أبرزها تعزيز علاقات التعاون البحرينية البريطانية في المجال الرياضي لسيما على مستوى رياضة الملاكمة ودعم الجهود المتواصلة لتطوير وارتقاء رياضة الملاكمة البحرينية وتابع سموه إن من الأهداف الرائعة التي تميزت بها هذه البطولة هو تخصيص ريعها لدعم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وأضاف سموه سعدنا كثيرا بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه أفراد فريق الحرس الملكي في هذه المشاركة وما تمتع به الفريق من وجود عناصر تمتلك القدرات والإمكانيات التي يمكن الاستفادة منها في الفرق والمنتخبات الوطنية هذا وقد شهد سموه نزالات هذه البطولة التي شارك فيها فريق الحرس الملكي أمام فريق الجيش البريطاني حيث نجح الفريق البحريني في السيطرة على منافسات هذه البطولة عبر تحقيقه ثماني انتصارات في تسع نزالات ليحقق بذلك لقب هذه البطولة وفي ختام النزالات اختارت لجنة الحكام بالبطولة لاعب فريق الحرس الملكي رشيد ميهرنفار كأفضل ملاكم في البطولة بناء على الإحصائية التي سجلها خلال فوزه في النزال الأخير أمام الملاكم هاريس كيرز ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة